صراحة كان هدي عودة صراحة اللي كنا كانت سنوها مش حال هدي الجماهير القناية طارية تحرمت من الملعب بلدي المدة ديالسنتين والحمد لله جاء الفرج كين أسباب عديدة ما غنخوضوش في هادا باللي مهم هو أننا احنا مطالبين أننا نشجعل فرقة ديالنا أننا نساندوها كين عندنا الحمد لله الفارق بعد الحاديث المأساوي أرجع بنتائج إيجابية والحمد لله فمعلاق إلى الجماهير أننا تساند النادي ونتفادوا وندخلوا في شيء مواضع اللي بعيدة الأهم دبه هي مصلحة النادي أن النادي يرجع عندنا جوج مقابلات مؤجلة وعدنا مقابلة يوم الاثنين إن شاء الله فهذه فرصة أن الكاك أنها ترجع للسكة الصحيحة وفرصة أن الجمهور يرجع الملعب بلدي باش يعاودي يحييه بالأهزيج دياله هذا الوقت باش ترجعته بقوة وتساند نادي القناة يطاري ودعمه ماديا ومعنويا صراحة عودت الجماهير إلى الملعب البلدي شيء يبقى مفرح صراحة وغادي يعيد الحياة الملعب البلدي خصة في هذه الضرفية المأساوية اللي يعيشها الفارق الحمد لله كانت يصار في مقابلة آخرى من أولمبيك اليوسوفية وأكيد الفارق سيصعب أن تصار في هذه المقابلة للأتيحة السديقة سموله المعلومة ومن محاسن الصدف أن آخر مقابلة احتضلنا الملعب البلدي بحضور جماهير النادرية دي قونترا كانت أمام تحاد سديقة سموت المعلومة دي قليل اللي غادي يعقل عليها صراحة انتمنا وجماهير تحج بكثافة ينفقى العادة اللي غادي يكون مسموح به ويكون واحد المدائر حضارية اللي غاي اكد عليها الحضارة للجمهور النادرية دي قونترا اللي معروفة عنه منذ سنين وسنين بغاد ناظر عن أي خلفية نتجاوز جميعا ولكن الفارق سيحتاج لحضور جماهيري في هذه الفترة الحمد لله قونترا فرحانيين والجمهور فرحان وجاء في الوقت المناسب بأنه باش يفق بعض الأزمات ديالنا دي قونترا والفارق محتاج للجمهور ديالو والجمهور غادي خاصوا يسيبورتي وهدي فرصة أنه نداء للقونترايين أنهم يجيوا يسيبورتي والفرقة ديالهم نعر اثنين إن شاء الله رسالة الجمهور حلالة بويز وجماهير قونترا كفتان أنهم يكونوا حضاريين وصد الملعاب وكيف معروف هذا الجمهور قونترا حضاري وشحا من الجماعير كيت أنسبي روما الحضارة ديالو قونترا الحمد لله هدي فرصة أن أنا بعد واحد الملغياب ديال أكثر من سنة شين على الملعب هدي غادي تكون واحد فرحان هارتني إن شاء الله كبيرة ترجمة نانسي قنقر